مشاهدينا رجعنا لكم لنحكي في أول موضوع هو عن التغذية وبسعدنا يكون معنا من داخل الاستوديو كمان أخصائية التغذية نداء أبلوت لطيفة الله يصبحك بالخير صباح لنا والأهرام خبيبتي بفقرات كتير مختلفة ودائما إحنا نتناول موضوع التغذية ونتمنى كمان أنه بنال إعجاب مشاهدينا حكينا كتير مرات عن ما يتعلق بتغذية الحوامل وزي ما حكينا كمان المعتقدات الخاطئة الممكن يكونوا عم بمارسوها الحوامل ولكن اليوم بالتحديد رح نحكي عن موضوع بقللك كتير من النساء وهو ما بعد فترة الحمل والإنجاب كتير من النساء بيكونوا بدهم يرجعوا لوزنهم الطبيعي بدهم يرجعوا شكل جسمهم زي ما كان وبنفس الوقت هم بحتاجوا تغذية ونظام صحي كمان يعني عادة مثلا كتير الناس بقولوا إنه إحنا بناكل عنا وعن الجنين لبطننا مزبوط هلأ فيه بعد فترة رضاعة لكتير من السيدات بتعاني من الوزن الزائد وهذا إشي طبيعي كتير بيكونوا مخايفين إنه كيف بدهم يرجعوا يقللوا من وزنهم هذا الإشي طبيعي كتير لكل السيدات أول إش في مرحلة الحمل بتزيد أي سيدة إذا كان وزنها طبيعي 16 كيلو من 16 ل 18 كيلو هذا إشي طبيعي فبعد فترة الحمل أثناء فترة الولادة على المحل إن المرأة خلال فترة الولادة بتنزل 10 كيلو منهم تقريبا هيك يعني من 9 ل 10 كيلو بيختلف من مرأة لأخرى باقي الوزن تقدر تنزله بشكل تدريجي بإمكانها تنزله مثلا من 6 أشهر لسنة بخلال فترة الرضاعة ومعروف إن الرضاعة هي بنفسها بإمكانها تنقص الوزن لأي سيدة بس نفسي في هذه المرحلة كمان كتير مهم إنه هي كمان تظلها محافظة على نظام غذائي صحي كمان لأنه هي نفس الوقت عم بتردع طفل هلأ أي سيدة المفروض تحافظ على نظام غذائي متوازن وصحي وسليم 100% هلأ إذا أخذت هاي سيدة جميع العناصر الغذائية الممكن تأكلها باليوم بإمكانها تحصل على جميع الفيتامينات المعادن البروتينات الكرب وهايدراسل بيحتاجها الجنين وبيحتاجها جسمها فلا هيك هي ما بترجى لأي سبليمنتس لأي مكملات غذائية خارجية فالإشياءات اللي منصح فيها أي سيدة تأخذ كميات متوازنة مثلا تبعد عن الإشياءات الغنية بالفات بالدهون الممكن تأدي لتراكم الدهون أكتر بالجسمها أكتر مما يكون الوزن طبعها طب لو سألنا إيش هي السعرات الحرارية اللي بتحتاجها أصلا المرضعة السعرات الحرارية أي مرضعة بتحتاجها هي زي إنسان طبيعي المرأة في المرحلة الطبيعية بتحتاج تقريبا من 1500 ل 1800 كالوري هلأ في فترة الرضاعة بما إنها بيخرج من جسمها كالوري للجنين دائما بتنقص المرأة الحامل تقريبا بما يعادل 500 كالوري يوميا لو بتدلها ماشية مع نظام غذائي صحي بتنزل خلال أسبوع كل أسبوع بتنزل نصف كيلة يعني هي مياة هي بحاجة لدايت بس السعرات الحرارية اللي بتحتاجها تقريبا بما يعادل 1900 كالوري بناء على طبعا بيختلف بناء على إيش هل هي مرأة مثلا منحكي هل هي أوفر ويت إذا كانت هاي المرأة بثمينة أو بدينة ما بتحتاجش 500 كالوري لإضافتهم لأ إحنا منعطيها من 300 إلى 400 كالوري زيادة يعني سعر حراري يعني بمعدل وجب خفيفة باليوم بتزيدها على الوجبات الغذائية ألا كتير من السيدات بقولوا أنا مردع فلازم أكل كتير صحيح لا وكتير النفس كمان بحكو يعني عدنا نعرف نفيدي دخل دائما لازم تأكل منيح وديروا بالهم على أكلها وأكل خاص مختلف عن أكل العيلة يعني بشكل عام هلا مش أكل خاص بالزبط أن المفروض تتأكل من جميع العناصر الغذائية سواء كان من حليب يعني المفروض تتزم بكميات معين حتى تحافظ على وزنها إذا التزمت بهذه الكميات فهي رح تحافظ على وزن مثالي وتنقص خلال السنة الوزن اللي زادته أو أقل من سنة طب مرأة لو حكتيننا عن أصناف كمان يعني عشان ناس تكون هيك متشجعة وتأخذ فوائد ونصائح كيف يجب أن تأكل؟ يعني المردع أهمية الأشياء التي تحتاجها للجسمها والحليبها كمان طبعا هلا فيه كثير بيختلف مصادر الفيتامينات والمعادن والمتواجدة في العناصر الغذائية المختلفة مثلا نيجي أن تحتاج للبروتينات بكميات كبيرة تتواجد في الحليب، تتواجد في الدواجن، تتواجد في اللحوم تتواجد كمان في النشويات فيه عنده كمية أيضا البروتينات هلا الحليب قداش المفروض تأخذ في اليوم ثلاث كسات حليب خالي الدسم ما تأخذه كامل الدسم، تأخذه خالي الدسم بالنسبة للحوم، يجب أن تأخذ ست حصص من اللحوم سواء كان دواجن، أسماك حتى تحصل على كمية جيدة من البروتين، من الفيتامي بي 12 اللي هم تواجد فقط في المصادر الحيوانية كمان لازم تأخذ كمية منيحة من النشويات إذا نحكي عن النشويات، النشويات يجب أن تأخذ بمعدل تمن حصص من ستة لتمن حصص، يعني بنقول عن الحصة الوحدة يعني هي بإمكانها تأخذ مثلا كماشتين باليوم مع طبق الرز اللي بتأخذه يعني تقريبا ست معالة هذه ككمية نشويات إنه مش برضه تجنب النشويات لأنه برضه هي لازم تعمل حليب للطفل طبعها هلأ كمان إش هي نقدر نحكي عن الفواكه والخضروات كل مجاعة المرأة ما تروح تاكل شوكولاتة، تاكل سناك إشي أنهلتي إشي مش صحي تلجأ للفواكه والخضروات الغنية بالمياه وغنية بالكاربوهايدرات غنية بالبيتامينات والمعادن الممكن اللي هي تغذي حليبها وبالطفل بالإضافة لهايك باستفيد منها في ناس ممكن يحكوا إنه يعني بدأ يرجع وضحة الغذاء بشكل طبيعي ويحتاجها كما تاكل كثير أشياء يعني فيها بروتينات زي ما حكينا جاج وزي ما قلت أنه على القليل قطعتين خبس كاملين مع رزه هيك وهي بتكون بس ألقها طول وقت أنه بدأت ترجع خاصة بالفترة الأولى يعني يكونوا كثير خايفين أنهم ما يرجعوا يضعفوا فإنتي أش بتقولهم للنساء بالتحديد بهذه الحالة؟ طبيعي جدا أنه النساء تكون مليانة في هذه الفترة فإنه لازم تتمن أنه هي إذا أرضعت رضاعة طبيعية كاملة يعني بدون تدخيل الفرمولة يعني الحليب الأناني وهذه الأشياء بإمكانها تضعف زي ما قلت تخسر 500 كالوري الـ 500 كالوري كافية أنها تضعف نصف كيلة بخلال أسبوع أكتر من هيك حرام إذا نزلت أكتر من هيك تعرف أنه بعض العناصر الغذائية مفيدة دولة المايكرو وليس الماكرو يعني مش البروتينات والكربوهدرات هاي الأشياءات ما تتأثر ولكن أنه في بعض مثلا الفيتمانات والمعادنة أكيد راح تقل عندها إذا أثرت في التغذية تبعتها كمان الشيء لازم نضيفها اللي هي طبعا أنه لازم تاخد كالسيوم لأنه فيه كتير من السيدات بتعالي من تساقط الشعر في الفترة الرضاعة فيه ناس باخدوه كأدوية مش بس كبتناول إشياء بهذا الموضوع إذا كان فيه عندها نقص كتير إذا كان فيه كتير نقص أنا ما بقدرش أحدد لها أنه لازم تاخد سبليمانس أو أدوية لا فيه دكتور بيعمل لهذا الأشي بس هي كمعدل طبيعة لازم تاخد تقريبا 1200 ميلي جرام بتقدر تحصل عليهم من الحليب ومن السمسم السمسم مصدر غني جدا بالكالسيوم بتقدر تاخده بالإضافة لإشرة البردقان إشرة البردقان الخارجية كتير ناس بتكبها اللبة مش البردقانية اللبة هاي فيها كمية غنية جدا بالكالسيوم تقدر تاخدها تحافظ على شعيرها يعني ناكل البردقان البردقان هاي فيها كمية كالسيوم كتير منيحة هاي نصيحة حلوة كتير منيحة بالإضافة مش بس التغذية كمان السيدة ممكن تحكي أنا هلأ مرضعة وبتعب من الرياضة هلأ ممكن تمارس تمارين رياضية بس تكون خفيفة هلأ بعد فترة الأربعين بعد ما تولد بعد بأربين يوم بإمكانها تبدأ بتمارين رياضية خفيفة للبطن لإنه مثلا تعمل تمارين رياضية تقدر تعملها مش تجهد نفسها هلأ في كتير بيلج أو لنواد رياضية على طول بعد فترة الأربعين هذا الاشي كتير غلط ايش اللي بيعمل ببيفرز هلأ كل مكان تمارين رياضية حادة جدا المرأة في هاي الحالة بتصير تفرز الأنزيم اسمه لكتك أسد هلأ هذا الهرمون إذا أفرز وزاد بالحليب بيؤدي إلى خلل بيصير عندها خلل في طعم الحليب في التست طبع الحليب فالطفل ببطل يتقبل حليب إما فبهاي الحالة أنه نقولها لا يلعب تمرين رياضية ولكن بشكل خفيف مع نظام غذائي متوازن وصحي وبالنهاية خلينا نسأل كمان عن أهمية السوائل وكمييتها خاصة أنه كتير من يعني كتير بيحتاجوا دايما يشربوا سوائل وكمان دايما بذهن متعلق بكمية الحليب الممكن كمان تردعه هلأ 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 بما أن الحليب معظم الكونتنت طبع مكونات الحليب اللي هي عبارة عن ماء فبالتالي لازم تعود كمية الماء اللي بتخسرها المرضعة هلأ الماء الضرورية كتير لتحافظ على المستوى اللياقة البدنية اللي بجزمها تقدر تقوم بكافة لنهار تحافظ على مثلا على صحتها تحافظ على الحليب اللي بتطلع هلأ بنفس الوقت منقدر نحكي أنه كيف بتلاحظ حالها الجفاف عندها هلأ هذا الاشي بيبين من لون البال البال بيكون عندها داكن شوائي بيكون كمان عندها عملية الإخراج تكون كتير جافة فبتعاني المرضعة في هاي الحالة انه لازم تعرف انه عندها شوية ديهايدراشن في عندها شوية جافة لازم تعود كمية السوائل قداش كمية السوائل تقريبا تيجي نحكي 3.1 ليترز من الماء يعني تقريبا بما يعادل 13 كاسة ماء مش كاسة ماء فقط احنا بنحكي السوائل اللي لازم تاخدها من فواكه خضرة شربات ساخنة بنقدر نحكي كمان نتركز على هاي الأمور أكثر أو شاي برضا مش بس تقدر تحكي انقو حليب تقدر تاخد مش لفلوتس انه تنفل انه كتير ماء انه تقول يا الله انه مش قادرة لا هي من جميع السورس هاي بتقدر تستفيد المره بتحافظ على كمية السوائل الموجودة في جسمه يعني نداء عندك كتير معلومات واتمنى كمان المشاهدين يكونوا استفادوا من المعلومات اللي عندك يعني من هنيك وما شاء الله عنك كمان نداء خريجة جديدة كمان من التغذية يعني كأخصائية تغذية نتمنى لك التوفيق وجد بنشكرك على هاي المعلومات نداء أبو لطيفة شكرا كتير لإلك اما مشاهدين هلا رحنا نتقل نحكي عن كمان موضوع مهم عن مقبرة مأمن الله في القدس ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا